السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل المخلل للخيار ان شاء الله بطريقة سهلة وحلوة كده. يفضل مجرمش لاخر واحدة. وكمان يكون سريع كده في مجرد اربعة ايام تاكله احلى خيار مخلل. زي بتاع مطاعم الترشي بالزبط. اه جبت الخيار بتاعي وغسلته غسلة كويسة. ده خيار نجيته بيكون حجمه رفيع ويكون ناشف ما يكونش بجاله يومين تلاتة دابلان كده. عشان خاطر يفضل مجرمش معكم لاخر واحدة. وصلت كويس من اي حاجة فيه. هنحطه عطول في برطمان. اي برطمان بقى سواء كان جزاز او بلاستيك زي ده هينفع. المهم بس يتخسلوه بمية سخنة وتسيبوه لحد ما ينشف لوحده. والزيادة التعقيم ممكن تخسلوه بحوالي ربع كبات خل كده تخسلوه من جوة وتنشفوه عادي. ومعايا كان في الطبق اللي معايا ديش كم جرن فلفل حامي باجة او بارس زي ما تحبه وممكن تضيفه طبعا جزر وممكن فلفل على بعضه يبقى ميكس على بعضه كده. آآ برطمان على بعضه خيار وفلفل وجزر زي ما انتم حابين يعني نفس الطريقة ونفس الطعم. ومعايا كم شرايح من اللمون يعني اللمونتين كده مجد طعام شرايح. ومعايا حوالي عدين من النعناع. بيدوا طعم حلو وبيدوا ريحة حلوة كمان للخيار المخلل. ومعايا كان فصة اهم. آآ حطيت نص الخيار الاول في برطمان وبعدين حضفت شوية من من الفلفل والنعناع والشرايح اللمون في النص وبعدين حنضيف باجة الخيار. زي ما انتم حابين زي ما اكتبكم ممكن تضيفه جزر وممكن تضيفه فلفل اكتر من كده كمان. بس انا كان معايا الجرنين التالت دول فضفتهم وما كانوش حميين كان فلفل بارد عادي فضفتهم بس عشان خاطر انا عازة آآ يعني فلفل حلو. آآ خيار الفلفل مع الخيار بيكون طعم حلو في مية الخيار بالزيت. وضفت باجة من فوق باجة الحاجات اللي معي كم شراحة لمون كمان فوق وكم فصتهم. بحيس ان هو يكون البرطمان كله فيه آآ كل النكهة وكل الطعم في البرطمان كله. وضفت شوية في النص وشوية فوق. حاجة الكونوا باجة على الجانب لحد ما نعمل المحلول آآ اللي هنفضيه عليه. معايا حوالي لتر ونص من المية. مية عادية من الحنفية. هنضيف عليها آآ نص مع نص كوباية من الملح. ربع كوباية من الخل. وربع كوباية من السكر. السكر بعادل طعم آآ طعم الملح. بيخلي طعمه يعني متعادل كده ما تكونش مالح زيادة. والخل بيحافز على جرمشته كده وبيدول لون آآ اصفر حلو كده وكمان بيخليه يستويه بسرعة. هنجلب كل ده لحد ما الملح يدوب والسكر يدوب. وبعدين هننزل به على الخيار. حاجة سريعة كده بس في نفس الوقت بتدينا طعم حلو. نفس مصانع المخلات او نفس محلات الترشي بالزبط بيعملوه كده في السريح كده. وكمان لو انتم عايزين تسرعوه اكتر من كده ممكن تفتحوا الخيارة كده شريح كم شريحة كده بالسكنة من نص. بس انا بنحب الخيار يكون سليم. عشان يطلعوا جرمشته تكون لاخر واحد لحد من البرتمان يخلص زي ما هو. غطينا كل الخيار اللي معانا بالمية. وحننغطيه حلو بالغطى بتاعه وحنسيبه على الرخامة بالزبط كده مش مش هنودي مسلا تلاجه لاي حاجة. على الرخامة بس. بس كل يوم نجلبه مسلا يعني يوم يكون عدل ويوم التاني يكون على الغطى. بحيس ان هو يستوم ونفوجه من تحت في نفس الوقت. ويكون نفس اللون ونفس الطعم في نفس الوقت. فغطيته كويس وحطيته على الرخامة على المطبخ. جنب مني مش يحصل له اي حاجة. الخل اللي يعتبر كمادة حافظة. هتحافظ عليه من هو يعمل آآ ريم كده او غاوي او اي حاجة عشان الحر. هنا كان بعد اربعة ايام بالزبط. فتحت عليه ولجيت طعمه حلو ولجيت استوى خالص وباجه حلو. بس الفلفل بياخد لمدة اسبوع وهو الجزر. انما الخيار اربعة ايام بالزبط وتاكل منه على طول. هنفتحه كمان جدامكم. انا كنت هنطلع منه على الغد فقلت نسول لكم الحتة ديت قبل ما تفوتكم يعني. الخيار لازم يكون ناشف. يعني طازة زي جايبينه لسه صباح. ويكون كمان حجم مرفيع ما يكونش الخيار حجمه كبير كده لان بيكون جلبه فيه بزر وقلبه بيكون يعني فاضي شوية كده ما يكونش ناشف من جوبه. هنطلع كام واحدة. آآ اللون اتغير لون المية اتغيرت عشان كل شوية بنرجه كده البرطمان وبنقلبه على وشه على ظهره مرة. يعني بنقفه مرة كده عدل ومرة على الغطى بتاعه. شايفين شكل الخيار يفتح النفس كده من غير اي حاجي. يقدر بقى تقدر تحطوه مسلا مع شريح تقطعوه شريح كده مع مع الشورمة ومع سندويشات البورجر مع يعني زي ما انت عايزون كده تشكلوا براحتكم. هنقطعوه كده كده ساعة الاكل مش هنتقدموه طبعا زي ما هو سليم. هتقطعوه يا اما شريح صغيرة يا اما دوائر زي ما انت شايفينها كده. ما اخدش مننا وقت آآ اللتر ونص يا ده بك عليهم نص كباية ملح وربع سكر وربع غال. التلاتة مع بعض بيدوا طعم حلو للخيار. وطبعا هتضوجه لو انتوا عايزين الملح زيادة بتزودوا ملح. لو انتوا عايزين الملح بتاعه اخفي من كده بتزودوا مية كمان. او بتخيفوا الملح شوي. يارب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الخيار بالطريقة دي ان شاء الله وحتينجح معكم وحتي وحيعجبكم. لو عجبكم الفيديو ولايك للفيديو واشتراك للقناة. شوفكم على خير في فيديو تاني مع السلام. اشتركوا في القناة